موسيقى يمثل ميثاق العمل الوطني الإطار المرجعي لمبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي البحريني حيث تناول الفصل الثاني من الميثاق هذا المبدأ باعتباره أساسا للديمقراطية ميثاق العمل الوطني مرجع المسيرة الديمقراطية ونبراسها حوت فصوله العديد من المقاومات التي سار على هديها المجتمع منها مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية مع التعاون بين هذه السلطات ونشير هنا بأن تحقيق التطلعات الوطنية يتطلب على الدوام المزيد من التنسيق والتعاون بين السلطات وأن تتحمل كل سلطة لمسئوليتها المناطبها دستوريا باستقلالية تام شكل مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث أهم المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية والتي ترسخت في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى للحفاظ على الحريات والحقوق باعتبارها أهم ركائز النظام الديمقراطي كما أعطى مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث كل سلطة وسائل لمراقبة أعمال السلطة الأخرى وإيجاد قنوات للتعاون فيما بينها ليضمن تفعيل وظائف الدولة ويحقق التخصص في العمل ويؤدي إلى صيانة الحقوق واحترام القانون والنظام والحفاظ على سيادته بشكل متوازن حيث يكون الجميع متساوين أمامه ولتحقيق التعاون والترابط بين السلطات وضمان التوازن وحسن علاقتها وأدائها يأتي جلالة الملك المفدى على رأس السلطات الثلاث باعتباره رأس الدولة والممثل الأسمى لها وهو الحام الأمين للدين والوطن ورمز الوحدة الوطنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة